شنت قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية في محافظة الجوف هجوما في جبهة الخنجر تمكنت خلاله من تحقيق تقدما ميدانيا وتحرير عدد من المواقع تمام خلالها قطع الطرق والإمداد للميليشيا والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وتم إلحاق خسائر كبيرة في عناصر الميليشيا الإنقلابية وتدمير عدد من معداتها القتالية وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني صدت هجمات وتسللات للميليشيا الحوثية في منطقة خليف الزفور والمناطق المجاورة لها أسفرت عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير عربتين مدرعتين وثلاثة أطقم قتالية فيما استهدفت غارات جوية دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية مدرعات وعربات قتالية وأسلحة مدفعية وعددا من الأطقم القتالية كانت تحمل تعزيزات حوثية في ذات الجبهة وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش في جبهة الجدافر تمكنت من خلال الكمائر المحكمة والهجمات المضادة الناجحة الغضاء على الهجمات والتسللات الحوثية وإسقاط طائرة مسيرة متفجرة بوسائل الدفاع الجوي للجيش الوطني ترجمة نانسي قنقر